لنقاش هذا الموضوع أكثر معنا من واشنطن العاصمة الباحث في معهد بيترسون للاقتصادات الدولية والخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي شيرمن رابنسون. مرحبا بك سيد رابنسون. ما السياسات التي يجب تطبيقها لدعم انتقال الطاقة في الدول المعتمدة على النفط. وخاصة في حالة الولايات المتحدة. نعم كما تعرف مع التغير المناخي لابد من أن نبتعد عن الطاقة التي ترتكز على الهيدروكربونات. وهي مرحلة انتقالية. قد بدأت تحدث الآن هناك تركيز على الطاقة الشمسية والهوائية. وأصبحت أسعارها قابلة للمنافسة. وهي تنتج الكهرباء. ونحن أيضا نزيد من الكهرباء التي تنتج عبرها. فهذا التحول يستمر. ولكن هي مجددا مرحلة انتقالية. هذا يعني أن رغم التحول إلى الطاقة النظيفة ما زلنا نحتاج إلى النفط. كيف ستضمن أي إدارة أمريكية جديدة الشفافية في مسألة الضغط عندما يتعلق الأمر بالنفط والغاز برأيه؟ سؤال جيد. يختلف المرشحان حول الموضوع. ترامب أساسا لا يؤمن بالتغير المناخي. فمن المتوقع أن لا يدعم السياسات التي تعزز الاستثمار في الطاقة الشمسية والهوائية ويفضل الاعتماد على الطاقة الهيدروكربونية. أما الديمقراطيون فهم يدركون مخاطر التغير المناخي. وهم ملتزمون بالتحول إلى الطاقة النظيفة. كم من الوقت سيتطلب هذا التحول؟ يصعب أن نحدد. ولكنهم ملتزمون بهذا التحول. وهم أيضا يدعمون الطاقة الشمسية والهوائية قدر المستطاع ومجددا الطاقة الشمسية والهوائية أصبحت قابلة للتنافس. كيف برأيك سينعكس ذلك؟ أو سيشكل تحديا في مسألة التعامل. أنه ديبلوماسية موازية في مسألة الطاقة. مسألة تعامل الإدارة الأمريكية. خاصة الإدارة المقبلة. إما إدارة ترامب أو إدارة هاريس. مع الدول ذات إنتاج النفط العالي. دول النفطية الكبرى. مثل السعودية. مثل روسيا. نعم هي مسألة أساسية. أوروبا تعتمد إلى حد كبير على النفط. بغم أنها تتحول أكثر وأكثر نحو الطاقة النظيفة. لا أعتقد أننا سنرى في العقد المقبل أي تراجع كبير لاستعمال النفط والغاز. أما الولايات المتحدة الأمريكية فعبر تكسير الهيدروليكي أصبحت مصدرة للغاز. وكذلك للنفط. وبالتالي أمريكا أصبحت أكثر استقلالية على مستوى الطاقة. ولكن هذا ليس حال أوروبا. استقلالية ومن جهة أخرى أمريكا مصدر للطاقة. كيف تنظر إلى صادرات النفط الأمريكية وتأثيرها وتأثرها بالأسواق العالمية؟ أعتقد أن الآن أمريكا ستبقى مصدرا للنفط. مجددا نحن ننتج ليس فقط النفط عبر التكسير الهيدروليكي بل عبر السبل التقليدية. وذلك لن يتخير عما قريب. على المدى الطويل ونحن الآن نتكلم عن حوالي عقدين. لا بد من أن نتحول بطريقة بطيئة من هذه الطاقة التقليدية. وننتقل إلى الطاقة التي لا تولد ثاني أكسيد الكربون. كذلك المملكة المتحدة والصين هي من الدول الأولى في إنتاج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. الدولتان تلتزمان بالتحول نحو الطاقة النظيفة وهذا بدأ يحصل. ولكن السوق هو الذي يدفع في هذا الاتجاه. الآن لدينا مزيج ولن نتخلى عن النفط عما قريب أو فورا. ولكن البنى ستتحول لأن العالم سيتحول في إنتاج الطاقة للصناعات. وسنرى تحولا أيضا على مستوى المواصلات. الانتقال نحو طاقة نظيفة. لكن العالم يتحول. الولايات المتحدة تقود هذا التحول. لكن أطراف أخرى في العالم وخاصة الصين لا يبدو أنها ممتثلة أو منسجمة مع هذا المسار الذي يتسابق فيه العالم الآن. أي دور برأيك يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة أو يجب أن تلعبه على مستوى الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمناخ والبيئة. أخذا بعين الاعتبار أن المرشحين إلى الرئاسة الآن أحدهما لديه موقف واضح. والثاني أو الثانية كمالة هارس لديها مواقف تمت مراجعتها مؤخرا فيما يتعلق بالواقود الحفوري. نعم، هي بدأت تعترف بأن أمريكا ستستمر باستعمال الهيدروكربونات وكذلك الغاز الصخري والتكسير الهيدروليكي في فترة انتقالية. ونحن بالتالي نتكلم عن تحول تدريجي نحو الطاقة المتجددة. وذلك تطلب الكثير من الاستثمارات في إنتاج وتوزيع الكهرباء. الصين تعتمد إلى حد كبير على الفحم ولكنها تخطط أن تتحول عن الفحم وبدأت أيضا تتقدم في إنتاج الكهرباء خاصة فيما تعلق بالمركبات السيارات وغيرها تتحول نحو الطاقة المتجددة فهي تعترف بأهمية التحول. وكذلك هناك استثمارات في البناء التحتية للتحول نحو الطاقة المتجددة. مجدداً هي عملية على المدى الطويل. لن نرى أي تحول دراماتيكي على المدى القصير. العالم سيستمر في الاعتماد على نفط الشرق الأوسط. وكل ما يحصل في الشرق الأوسط سيؤثر من دون شك على أسعار النفط والجازورين أو البنزي. وهذه المخاوف بالتالي ستستمر. إلى أي درجة تتعاظم وسط حالة التوتف في الشرق الأوسط الآن؟ من دون شك ما يحصل في الشرق الأوسط مقلق للغاية. حتى الآن هذه الحروب لم تؤثر على أسعار النفط أو إنتاج النفط. ولكن هناك مخاوفة كبيرة في هذا الإطار. أنا اقتصادي. لا يمكن أنني أتوقع ما سيحصل على المستوى السياسي. أشكرك جزيلا. شكر شارمان روبنسون عفوا. البحث في معهد بيترسون للاقتصادات الدولية والخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي.